نذكر أن فتح مصار المدير العام للديوان الوطني للحليب صرح قبل يومين كذلك عبر جريدة النهار الجديد أن الأزمة الحالية هي أزمة مفتعلة في محاولة من بعض الملبنات للضغط على الديوان من أجل رفع حصتها من غبرة الحليب بعد أن تلقت تنبيهات بعد اكتشاف الغش في الكميات المكونة لمادة الحليب المبسطر وأكيداً أن الديوان لم ينقص من حصة أي ملبنة من بودرة الحليب وهذا هو طبعاً المقالة الذي تم نشره قبل يومين بجريدة النهار حول ذات الموضوع